أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة ضيف النشرة والتي نسعد فيها باستقبال السيد محمد لمين أحمد مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ورئيس الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو المنعقد هنا في الجزائر أهلا بك سيد محمد لمين أحمد أهلا وسهلا السيد لمين أحمد أنتم هنا في الجزائر في إطار الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو يعني لو تعطينا مختصرا عن برنامج هذه الجامعة الصيفية وفي أي ظرف سياسي ونضالي للشعب الصحراوي حاليا بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسلي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم أولا شكرا لقناة البلاد مرحبا بك أعطيتنا هذا الفرصة للتكلم أو لإيصال رسالة الشعب الصحراوي من خلال هذا المنبر الإعلامي وطبعا الإعلام الجزائري منذ البداية واكب هذا القضية العادلة في كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير والاستقلال فيما يخص سؤالكم عن الجامعة الصفية هذه أصبحت سنة منذ ست سنوات والأطور الصحراوية تأتي في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للنهل من المعارف الجزائرية ولتفقيف الأطور الصحراوية التي تسير عدد من المؤسسات سواء في الجيش سواء في الجناح المدني يعني فيه احتكاك بالتجار أيوة يعني هذا أولا نحن عندنا تجربة الشعب الجزائري في الكفاح وهذا طبعا نستقي منه كثير من الدروس وعندنا كذلك تجربة الجزائر في البناء حتى في المستقبل وهذا كثير من الخبراء الجزائريين والأساتذة والدكاترة أتحفوا هذه الجامعة بعدد من المحاضرات الشيقة والعميقة التي استفاد منها هؤلاء الأطور إناثا وذكورا في ولاية بومرداس حتى أخذوا من وقتهم ومن عطلهم الصيفية في إطار التضامن وفي إطار كذلك إيصال هذه الرسالة المعرفية للمثقفيين يعني سيد لامين أحمد المشاركة كانت جزائري صحراوية أم كانت من غير الجزائريين والصحراويين أجانب هناك صفرة راح يلقوا محاضرات كذلك في تجربهم كسفير جنوب إفريقيا وسفير زيمبابوي والسفير الكوبي وسفير ميجيريا وهذا بعضهم تدخل في الافتتاح وبعضهم سيلقي محاضرة لاحقا سواء غدا أو بعد غد يعني بعد غد تقريبا هو اليوم الأخير من المحاضرات إذن الصحراويون يستفيدون من هذه التجارب الآخرين وخاصة خاصة يعني إخواننا في الجزائري نعم سيد لامين أحمد ندخل في الشق السياسي وفي الشق الجدلي الكبير للقضية الصحراوية ربما هذا الشق الذي دائما ما يستجد ودائما ما يبرز من فترة أخرى عبر الاتهامات المغربية للجزائر آخرها كان في عيد العرش الذي ذكر فيه الملك المغربي محمد السادس بالطرح المغربي التقليدي الذي لا يزال يصر على احتلال الجمهورية العربية الصحراوية ودائما ما يتهم فيها الجزائر ربما أحيانا بشكل صريح وأحيانا ضمنا ويتهمها بأنها تتدخل في الشأن الداخلي المغربي بين قوسين كيف تعلقون على هذا؟ هناك مثل عربي يقول ما تعقل في نفسك يدلك على الناس النقطة الثانية عندنا الصحراويين يقولون اللي ما يبغيك يحلم عنك حلم شيء يعني اللي ما يبغيك في حلمه يحلم شيء يعني عن هذا المثل النقطة الأخرى هذا لن يغير صين من طبيعة الأسياة اتهام الجزائر لن يغير شيء المغرب لحد الساعة منذ 1956 وهو يطالب بأراضي جزائرية وصحراوية وموريتانية وشمال مالي هذا هو الفرق ما بين يعني اتجاه شعوب المغرب العربي التي تبحث عن المغرب العربي الكبير ولكن في المغرب هناك سياسة قائمة على حلم المغرب الكبير هذا فرق شاسع النقطة الأخرى لا يخفى عليكم أنه الجزائر هناك غيرة من هذه الدولة غيرة من هذا الشعب الذي امتشق البنادق وضحى بمليون وخمسمائة ألف شهيد هذا في حرب التحريد لنتكلم عن السنوات العجاب الأخرى في 132 سنة التي يعني عاشها الشعب الجزائري تحت نير الاستعمار الفرنسي النقطة الأخرى هذا المبدأ مبدأ قايم هو حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وانتزاع استقلالها هذا لم تأتي به الجزائر هذا الأمم المتحدة هي التي قالت على أنه هذه الشعوب المستعمرة ويجب أن تأخذ حقها في تقرير المصير الجزائر حتى هي نفسها في استقلالها كان تقرير المصير واستفتش شعب الجزائري تاريخيا حتى انتزع استقلاله رغم هذا جاء طبعا بالبندقية ولكن كذلك كان تقرير المصير إذن الجزائر لماذا تتهم؟ نعم ربما أنه المغرب كي يشوش وكي يقطع الطريق أمام الحل النهائي كما تراه جبهة البوليساريو وكما تراه الجزائر وغيرها من الدول المسندة لهذه القضية قام بعرض مشروع وهو الحكم الذاتي الموسع للصحراء الغربية يعني هل استطاع فعلا المغرب أن يفرض هذا الحل بديلا عن تقرير المصير أم أنه ما زال بعيدا؟ شوف يا حبيبي هذا دأب الاستعمار يراوث هذا دأبه لا تذكر على أنه فرنسا نفسها اقترحت حكم ذاتيا للجزائريين وفرنسا اقترحت على أنه تقسم الجزائري إلى جنوب وشمال ولهذا من 58 الجزائريين ضحوا بالغالي والنفس لتكون هناك واحدة للجزائر إذن هذا دأب الاستعمار هذه طبيعته لا بد يجيب حكم ذاتي هما تراجعوا عنه في المدة الأخيرة خطاب الملك في المدة الأخيرة بمناسبة عيد عرشو يقول يعني الجهوية الموسعة وكذا لماذا؟ لأنه حتى يعني الإقرار بأن هناك الشعب لا بده من حكم ذاتي هذا إقرار كذلك عنه مناطق مغربية يجب أن تتمتع بحكم ذاتي الريف مثلا عندهم ليجتهم وعندهم لغتهم وعندهم الزيان نفس الشيء سوس عنده نفس الشيء ولهذا أصبحوا حتى متخوفين من الحكم الذاتي وبعدين هؤلاء الصحراوين إذا كانوا مغربة ليش تعطيهم حكم ذاتي؟ خليهم يقروا مصيرهم يقولوا باللي رأهم مغربة وينتهي الأمر لماذا يخاب نظام المغرب من تقرير المصير؟ النقطة الأخرى الحسن الثاني كان رجل داهية سيتانانيمال بوليتيكي عرف كيفاش يخدم هو أقر على أنه يجب غالب ومغلوب وهذا صرح بها لبيكر وقالها بيكر للقيادة الصحراوية على أن المغرب يريد الشفتاب يكون هناك غالب ومغلوب لكن هذا الجماعة ابنه طفل هذا لما جاء يعني لم يعيش الحرب الحرب عاشها الجيش المغربي بضراوة النقطة الأخرى اسمحت لي نكمل فكرة حكام المغرب لا يعرضون بأنهم يهزموا أمام مجموعة قليلة من البصر يريدون أن الجزائر هي التي وراء هذا الموضوع جبت البوليساريو أسست في سنة 1973 والجزائر لم تعترف في جبت البوليساريو إلا بعد مجيء بعثة تقص الحقائق الأممية سنة 1975 لما أظهرت في تقريرها بأن جبت البوليساريو هي القوة السياسية المسيطرة وبالتالي الجزائر منطقيا هذا الشعب يريد استقلاله يريد تقرير مصيره كانت معه النقطة الأخيرة هو أنه ما فيش دولة في العالم حتى فرنسا التي تدعم بدون تحفظ المغرب لم تعترف لحد الساعة بأن المغرب له سيادة على الصحراء وحتى الناس اللي رأهم يدعموا فيه ويعطوه فلوس من بعض دول الخليج لحد الساعة لا يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء نعم لكن يبدو سيد لمين أحمد أنه في تحركات مغربية حثيثة لعودة موجة جديدة حول القضية الصحراوية في القارة الإفريقية نجد أنه زيارات الملك محمد السادس إلى القارة الإفريقية كثيرة ومكثفة وتأخذ أيام طويلة ترى ما سبب هذه الزيارات وهذه الجهود الكبيرة على الساعة الإفريقية؟ الأساسي في كل التحركات هو النتيجة النتيجة بأنه مؤتمر القمة الإفريقي الأخير ومؤتمر الذي قبله يعني يكلف شيصانه كمبعوث خاص من الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء والمؤتمر الأخير أقر على أن الدول التي هي تشكل الاتحاد الإفريقي لا تعمل مع أي جهات أخرى إلا بحضورها والمغرب منذ سنة 1984 وهو خارج الاتحاد الإفريقي إذن يحاول أن يسترجع هذا من بعض الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تدور في فلك فرنسا في فلك فرنسا ولكن ما زالوا على هذا السؤال يعني نعطف كيف يمكن أن نقيم العلاقات المغربية الفرنسية حاليا وتأثيرها على قضية الموقف الفرنسي من الصحراء الغربية ألا ترى بأنه فيه فتور استمر شهور هذه المرة ولم يتحلحل هل يمكن أن نقول أنه في فرنسا فيه توجه جديد أم أنه من السابق لأوانه أن نحكم هذا الحكم والله شخصيا لا أؤمن بأن هناك خلف كما تعرف أنه أولا المغرب كان تحت الحماية الفرنسية ولما يكون تحت الاستعمار الحماية من ماذا؟ حماية العرش من الشعب المغريف هذا ما زال قائد لم يتغير شيء هذه بعض المطبات في خلاف وكذا إلى آخره لا تصل إلى العمق لكن مع ذلك كما قلت بأن فرنسا لم تعترف بعده بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية النقطة الثانية هو أنه هي دائما تلوح بحق النقض فيتو في مجلس الأمن وهذا شفناه في قديميزيك لما يعني الناس عذبت وشردت وحرقت خيامها وكذا إلى آخره فرنسا لم لا تريد أن يدخل هذا في إطار قرارات مجلس الأمن لوحت بالمجلس أنها حاولت أن تعثر مجهودات توسيع مهمة المينورس حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان تقريبا كل دول كبرى وقفت مع القرار إلى فرنسا التي غيرت موقفها في آخر لحظة فالحقيقة لا نفهم هذه الدولة التي تقول عنها هي كانت من البداية الأفراتينيتي والأجيستيس وكذا مبادئ الثورة الفرنسية مبادئ الثورة الفرنسية وكذا يعني هذه الجماعة الحكام الفرنسيين سواء كانوا اليسارة أو اليمين يعني هم الآن ضد هذا المبدأ ضد حتى مبادئ الثورة الفرنسية هذا مع الأسف موجود ومع ذلك لدينا علاقات مع كثير من القوى والمجتمع المدني الفرنسي ونقوم كما قمنا بنفس الشيء في إطار المجتمع المدني الإسباني واللي الآن يعني تقريبا شعوب إسبانيا كلها في غالبيتها مع حق الشعب الصحراء في تقرير مصير وتحس بأن إسبانيا تتحمل مسؤولة تاريخية في الدفاع عن هذا الشعب الذي باعته في سوق النخاسة بثمانين بخص السيد لامين أحمد ربما نقطة أخيرة قضية الحقوق الاقتصادية التي تنتهك من الشعب الصحراوي يعني هذا جانب آخر من الانتهاكات هذه المرة الاتحاد الأوروبي لعب فيها دورا رئيسيا ومحوريا السيد البحري الذي تقوم به شركات أوروبية في سواحل الصحراوية تحت يعني السيطرة المغربية هذا القضية لم تحل بعد رغم ما أثير حولها من جدل الحقيقة هناك الموقف في الاتحاد الأوروبي هذا الأخير منذ يومين يطالب الشركات أنها لا تمشي في هذا الاتجاه ويعني إخراج أو استخراج الخيرات الصحراوية الموجودة ولكن لا أدري يعني مدى تطبيق هذا النداء يعني هو النداء في الحقيقة تطبيقه من الشركات الشركات شريهة شريهة يعني جشع لا تعترف لا بالأخلاقيات ولا بالحقوق الدول ولا بالحقوق الشعوب زي ما يقولوا يعني بيشتره لا بيشتره فيه معروفه يعني هذا الماشي أورو أنا كشفت الزمان في جنوب الفريقيا وفي النظام العنصري ونظام روديسيا وكيف كانوا يعني ينهبون خيرات الناميبيا وجنوب الفريقيا هذا لهم كذلك قوتهم المالية على الحكومات الأوروبية ولكن على العموم هناك البرلمان الأوروبي هناك يعني عدد من وأساسات يمكن لجوء إليه يعني عدد حتى محكمة العدل الأوروبية نادت بهذا لأنه مستشار الأمين العام القانوني في سنة 2002 قال بأنه استخراج هذه الثروات الطبيعية والأسماك من الصحراء الغربية سيد دمين أحمد ربما الوقت ضيق حتى نختم سؤال وإجابة نحن الآن في قوت 2015 القضية الصحراوية وقضية الشعب الصحراوي إلى أين؟ إلى مواصلة الكفاح والنضال وانتفاضة الاستقلال حتى انتزاع هذا الاستقلال إن شاء الله أشكرك جزيلا شكر السيد محمد دمين أحمد مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ورئيس الجامعة الصيفية الجبهة البوليساريو المنعقدة هنا في الجزائر وللتزال منعقدة ربما حتى أيام أخرى أشكرك جزيلا شكر كنت ضيف نشرتنا لهذا اليوم مشاهد الكرام أشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء شكرا